فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من أغطية الوجه للنساء ما هو مكون من ثلاث طبقات في وسطها طبقة بها نقاب ولكن تغطيها طبقة بعدها يقول ما حكم لبس ذلك للمحرمة المحرمة لا تلبس النقاب سواء كان مغطا أو غير مغطا لأن في الحديث لا تنتقب كيف نحتال ونجعل النقاب مغطا لا ما يصلح النقاب لأن الرسول نهاها عن لبسه نعم